اشتركوا في القناة الجريمة والعقاب دراية يمنية وليست رواية روسية هل تتجه الولايات المتحدة نحو حرب اهلية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودة الابن الظال في الاولة الاخيرة شهدنا ان التنظيم الارهابي صعد من عملياته الارهابية في داخل العراق والقرب من العاصمة بغداد وكأنها رسالة من الذين صنعوا هذا التنظيم الارهابي الى العراق لكي لا يتحرك كثيرا في مسألة اخراج القوات الامريكية وعموم قوات التحالف والديتو التي ما عادت تفيد وما عاد لها جدوى وفائدة في العراق بعد القضاء على هذا التنظيم الارهابي وبعد اعتراف الولايات المتحدة وفائدة الامريكية بانه انتصروا على هذا التنظيم الارهابي الذي صنعوه هم في الاولة الاخيرة ايضا يجري الحديث عن الكشف عن مقبرة جماعية لعل هذا الامر ايضا يأتي في نفس السياق السياق هو التذكير دائما بمجازر هذا التنظيم الارهابي وبأن هذا التنظيم الارهابي لو عاد بالشكل الذي كان عليه سابقا فهذه النتائج هو انتشال كذا عدد من الجثث من مقبرة جماعية نشر في بعض وسائل الاعلام الامريكية تحديدا والبريطانية ايضا هنا مثل موقع الميدل ايست اي انتشال 139 جثة من مقبرة جماعية تعود لضحايا هم يقولون محتملين لتنظيم الدولة الاسلامية يعني هذا التنظيم الارهابي المعروف العثور على رفات نساء ورجال في مقبرة جماعية غربي مع قل هذا التنظيم السابق في الموصل الضحايا هم على الارجح ايزاديون وتركمان شيعة وافراد من قوات الامن من الموصل نحظة ايضا في الفترة الاخيرة ان الولايات المتحدة الامريكية في تصريحاتها الرسبية سواء السياسية على رسان المسؤولين السياسيين المتحدث باسم المجلس الامن القومي المتحدث باسم الادارة الامريكية المتحدث باسم الخارجية وزير الخارجية وايضا العسكريين المعنيين اساسا بموضوع التنظيم الارهابي مثل وزارة الدفاع البنتاجون السنتكوم القيادة المركزية الوسطى كلهم يتحدثون بضرس قاطع على ما يسمونها بمرحلة جديدة من التعاون الثنائي الامني بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وهذا يعني بقاء القوات الامريكية في العراق طيب ألا يشير ذلك إلى نوايا أخرى مبيته وانت مو بس فقط تنظر إلى الجزء الظاهر من جبل الجليد بقاء القوات الامريكية في العراق يعني عدم الأمن والاستقرار في العراق وهذه الأكذوبة اللي روجوها دائما أن هذه القوات هي التي تعزز الأمن في العراق بعد خروج القوات الامريكية وانسحابها في أواخر عام 2011 جاء بعد ذلك التنظيم الإرهابي واستطاع أن يغزو الموصل ونحن أثبتنا وفق دراسات ميدانية استقصائية غربية وتحديدا من الولايات المتحدة الامريكية في الحلقة الماضية أن عملية غزو الموصل أصلا هكذا العنوان صنع في أمريكا وأن هذا التنظيم الارهابي هو تجسيد حي للتوحش الغربي الامريكي تحديدا وإعادة هذا التوحش الامريكي بصيغة هذا التنظيم الارهابي فعلى العموم هناك نوايا مبيته هناك إيران ممكن أحدهم يسأل وما لنا وإيران لا وهو أمن العراقي يؤثر على أمن جميع الدول المجاورة تحديدا للعراق حتى على أمن السعودية هل ستشوفوا ممكن حادثة بسيطة حدثت قبل أيام في سلطنة عمان باستهداف مجلس عزاء حسيني استشهد فيه عدد من أخواننا العمانيين هذا مؤشر هذه رسائل أنه هذا الابن الظال الظال المنحرف هذا الابن الظال المنحرف دوليا والمنحرف إقليميا والمنحرف محليا يريد أن يعود من جديد فعلى عزم إحنا نبقى حتى نمنع حصول مثل هذا الأمر يعني الأمريكان وذول اللي مع كل الأسف في وسائل الإعلام ألا أتحدث خارج الحدود بدون أي قيود حتى في قنوات تابعة للمقاومة العراقية بحجة الرأي والرأي الآخر وهذه أكذوبة في وسائل الإعلام انتبهوا هذه أكذوبة من الأكاذيب التي يراد منها التعمية والتضليل والله شنو إحنا لازم نجيب رأي آخر ويجيبون عراقيين يزعمون أنهم أو هكذا يعرفونهم محللين وأنهم محللون وستراتيجيون وأمنيون الخبير الأمني يقعد يروج لهذا التنظيم الأرغابي ولبقاء القوات الأمريكية وما يقول لولا أنت جاي تناقض نفسك يوم يتقول أصلا ماكو قوات أمريكية قوات عراقية والقواعد عراقية وذون مستشارين نفس الأشخاص نفس الأشخاص بس من يطلع بيان رسمي من قائد ميداني سياسي مثل الحاج هادي العامري الذي له عنده خبرة عسكرية هو قائد سياسي وقائد ميداني في الحرب لتحرير العراقي من هذا التنظيم الأرهابي ويتحدث هذا القائد عن ضرورة تحديد مهلة زمنية لخروج القوات الأمريكية يجون هذول المطبلشية والمسولفشية يقول مو إحنا ما عدنا قدرة على مواجهة هذا التنظيم الأرهابي ما عدنا طائرات ما عدنا أجهزة استخبارية استشعار وكل أكو من 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 مبررات إحباط وتبرير للقوات لبقاء القوات الأمريكية يروجوها وهم نفسهم كان يقولون ما كو قواته أكو بس مستشارين مع ملاحظة شوي راح أكون قاسي ما أقول كل معظم هؤلاء الذين يجري تسويقهم كمحللين عسكريين وخبراء عسكريين وهم كانوا ضباط سابقين في الجيش العراقي وانت لو انت لو كانت رؤيتكم صحيحة ويروجونها الذين يروجون لبقاء القوات الأمريكية أبو صدام حسين بوجودكم خسر وانهزم في الحروب التي كل الحروب التي شنها حتى الحروب التي شنها على كردستان العراق على الأكراد إخواننا حتى الحروب التي شنها الحرب التي شنها على الجمهور الإسلامية الحرب التي شنها على الكويت لو كان عندكم ذيك العقلية الاستراتيجية لو كانت فدت ذلك النظام عموما أود أن أقول بكل صراحة بكل صراحة أن محاولات الإبقاء على القوات الأمريكية بأي ذريعة كانت بأي حجة كانت لا تخدم العراق أولا لأنه إذا كانت هنا لكنيات مبيتة مثلا لشن حرب على إيران بتعزيز قدرات الكيان الصهيوني في مواجهة محور مقاومة المتضرر هو العراق العراق لا يستطيع أن يقول أنا أنأ بنفسي عن الصراعات الإقليمية والدولية مبئيدة هذا هو الأمر الذي تفرضه الجيوسياسية الجغرافية السياسية فأموما أن بناء علاقات دبلوماسية متكافئة مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يقوم على المصالح المشتركة وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهذا الأمر يتطلب الإسراع في إنهاء تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية والدخول في نقاش جدي مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الأموال العراقية وأن يفهم الأمريكي أنه العراق العراق يريد شراكة استراتيجية يريد علاقات متكافئة مع كل الدول وهذا الحوار الاستراتيجي الذي دائما نركز عليه يجب أن يفتح أيضا حتى مع إيران ومع تركيا وهذا إلك وهذا إلي ونتوصل إلى اتفاقيات سلام مع الإيران ننهي قضية القرار 598 الذي أوقف الحرب التي شنها صدام ولم يفضي إلى إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم بحاجة إلى إنهاء هذا القرار مع تركيا نحن بحاجة إلى مو نكرم فلان وفلان أو نكرم يعني ما ما دل وش أقول يعني تركيا قاعدة تلعب شيش بيش شاطي باطي في العراق وإحنا عندنا وياها علاقات جيدة دبلوماسية واختصادية وتبادل تجاري كل يصب لصالح تركيا نعم أتراك من حقهم وفق المادة 51 أقوله من حقهم أي دولة في العالم وفق المادة 51 بس بشرطها وشروطها أن تحافظ على أمنها القومي في قضية حزب العمال أيضا بحاجة إلى نقاش جدي وعدم وضع الأمور بالمنطقة الرمادية مع الكل خصوصا الولايات المتحدة تركيا وحتى إيران لكي نقضي ونمنع من عودة الإبن الظال واستثماره في المشاريع التي تريد الإضرار بالعراق وبمحيطه الإقريمي الإقريمي ابقوا معنا الجريمة والعقاب دراية يمنية وليست رواية روسية تعرفون رواية الجريمة والعقاب الدستوفيسكي الروسية هذه رواية في علم الحديث هناك تفصيل فيما يسمى بالرواية والدراية هذا التفصيل أنا استعرته لكي أذكر بأن الدراية اليمنية هي مضبوطة هي سند الحديث أو مع سلسلة الرواة وهذا في علم الحديث يعتبر من من العلوم المهمة يسمى الإسناد وهو الطريق الموصل إلى ثبوت المتن فأنا أقول أن هذا الذي يجري حاليا بين السعودية واليمن والتهديد هو التحذير بالنتيجة يعني هو مو تهديد من باب بالاصطلاح المتداول هو كما قلنا سابقا حتى المقاومة هي ردود أفعال فهذا الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للكيان الصهيوني والتواطئ الذي يجري على قدم وساق بين هذه المملكة وبين الكيان الصهيوني وإعلانها رغبتها العلنية عن التطبيع مع هذا الكيان واستعدادها للتوقيع على اتفاق سلام مع هذا الكيان وتطالب بتعاون أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية السؤال لماذا هذا التعاون الأمني كل ذلك يجري لكي تفرض الولايات المتحدة الأمريكية شروطها على الأخوة في أنصار الله ويتمكن بذلك من تحييد ما تقوم به هذه الحركة وصنعاء تحديدا فيما يتعلق بإسناد القضية الفلسطينية وروحوا شوفوا في وسائل الإعلام الرسمية التابعة للكيان الصهيول اعترافات رسمية أنه هذا ميناء إيلات اقتصاديا خلاص انكسر وزم بسبب ضربات المقاومة اليمنية والعراقية طبعا وبسبب الحصار الذي فرضه أنصار الله في بحر البحر العربي وبحر العرب وعموما فيما يتعلق بباب المندب فيتأتي المملكة العربية السعودية عبر حلفائها نقول ما نستخدم الاصطلاح الذي يستخدمه الأخوة في أنصار الله في عدن وتفرض قيود على الشعب اليمني في صنعاء لتجويع الشعب اليمني الأمر الذي يجعل صنعاء والسيد عبد الملك الحوثي يرد يقول لك إحنا حالة الهدنة صنعاء من ريدها هي هدنة بالمناسبة هاي الهدنة لم يتم تجديدها إذا تذكرون سابقا إحنا تحدثنا المملكة العربية السعودية توصلت إلى هدنة وجددت شهرين شهرين بعدها نخلوه الأمر مثل قرار 598 يعني وضع الحال هذا هو كما هو عليه لا حرب ولا سلام لكن المملكة العربية السعودية تفرض حصارا على مطار صنعاء تفرض قيودا عبر حلفائها في عدن على البنوك اليمنية والموانئ أيضا في صنعاء التابعة لحكومة صنعاء تضايق يريدون ما فشلوا في تحقيقه خلال الحرب العدوانية يريدون الآن يضغطون يمارسون هذا الدور على أنصار الله وليش حتى يمنعونهم من الاستمرار في عمليات إسناد المقاومة الفلسطينية فقال السيد عبد الملك الحوثي البنوك بالبنوك والمطار في الرياض بالمطار في صنعاء والموانئ بالموانئ زيان المملكة العربية السعودية هل تقدر على أن تواجه هذا التحدي الكبير إذا تحقق والله أنا لا أتمنى ذلك والله لا أتمنى ذلك كل القدرات التي يمتلكها العرب والمسلمون يجب أن تصب في صالح العرب والمسلمين لكن مو بالعكس تماما مو تجي هذه التهديدات التي وجهتها صنعاء لأنه هناك عمل يجري على قدم وساق لقتل الشعب اليمني في صنعاء تحديدا ولاحظتم حتى في قضية الحجاج اليمنيين التي أنا لا أريد أن أتحدث عن مفردات كثيرة بس أنا أقول أن هذا التصعيد هو متوقع ما لم يصل البلدان صنعاء والمملكة العربية السعودية إلى حل جذري لإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم وأن لا تنخلط المملكة العربية السعودية بطرق مختلفة في دعم الكيان الصهيوني وهذا الطريق البري هل ستجاه تشوفون أنتم الممتد من موانئ في الإمارات وبيستمر إلى السعودية طريق بري والأردن الأردن وتذهب هذه المساعدات ما إنسانية على أساس ومالية واقتصادية والسلع وبضائع اللي يفشلون في إيصالها عن طريق باب المندب إلى الكيان الصيوني تيجي عن طريق السعودية وعن طريق الأردن وتروح إلى الكيان المحتل الذي يواصل في قتل الشعب الفلسطيني وشفته المجازر على قدم وساق على قدم وساق في أوائل أبرى النسان الماضي أمر البنك المركزي اليمني في عدن اللي هو تحت سيطرة المملكة والمتحالف كما سأقول متحالف مع الحكومة اللي شكلتها الرياض يسموه حكومة الفنادق أمر البنوك في صنعاء بنقل مقارها الرئيسية إلى مدينة الميناء الجنوبية وحددنهم ستين يوما أو مواجهة عقوبات بموجب ما يسمى بقوانين مكافحة الإرهاب والفساد وغسيل الأموال طبعا أحنا وإنت والحكومة في صنعاء وكل العقلاء يعتبرون مثل هذا الموقف هو بالنتيجة يأتي في أعقاب التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة الأمريكية بشن العدوان على اليمن يعني على صنعاء وبتجدد العدوان السعودي حيث ذلك قالوا سنرجع إلى المربع الأول زين هو بالمربع الأول منه اللي يخسر أنتو تذكرون أرامكو ترى أرامكو هذا شيء بسيط أنا كخبير وكمتابع وأعرف جيدا تفاصيل عن أرامكو وكيف استهدفت أرامكو وسكتوا الأخوة سميه على ذاك بالصبر الاستراتيجي لكن الوضع ما عاد يعني للأخراس أنا تحملت كل ما تحملت في داخل اليمن لكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين وبهذا الشعب الفلسطيني ولوقف هذا العدوان وهذه المجازر وهذه الإبادة الجماعية التي تتكرر في فلسطين في الغزة في غزة سحاليا فلازم نتخذ موقف ومع كل الأسف الأخوة في المملكة العربية السعودية راهنوا على متغيرات إقليمية يعني بعد طفان الأقصى وبعد ما طلبه من الكيان الصهيوني بأن يقضي على المقاومة يقول له لك جوهيد روح استمر لا تتوقف وهذا قال كثيرين قالوها زاروا المملكة العربية السعودية واحد منهم علن أن طلع حشاه صهر المرشح الأمريكي الجمهوري ترامب كوشنير وشوفوا شوفوا التصريحات فأقول راهن السعوديون على متغيرات إقليمية يعتقدون أنها ستصبوا في صالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على أمل تحرير أنفسهم من ضغوط كثيرة ويتجلى ذلك في استمرارهم في المفاوضات المدعومة من واشنطن حول ما يسمى بالتطبيع مقابل التوصل إلى اتفاقات أمنية لكن هذه الحسابات غلط ونعود ونسأل لماذا تريدون ضمانات أمنية واتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي عجزت عن حمايتكم بالفترة السابقة كلها من أنصار الله ليش غير أكو شي مبيت بعد التطبيع التطبيع هو مو للسلام زين السلام مو على أساس يريد ازدغار اقتصادي زين الاقتصادي ازدغار الاقتصادي مو يتحقق بالاستقرار إذا أنتو تشنون حروب وتقتلون بالفلسطينيين وتريدون أن تشنوا حروبا أخرى توسعون دائرة الحرب على لبنان وإيران راح تنخرط ومحور المقاومة والعراق يجد نفسه ملزما بأن ينقل مو بكيفة العراق لم يوقع على اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني حتى اتفاقية الهدنة التي وقعت عام الف وتسعمية وتسعة وأربعين بعد حرب ثمانية وأربعين لم يوقعها العراق فأنت تريد سلام من أجل الازدغار والاقتصاد وإنت جاي توسع دائرة الحرب وجاي تعطيه مبررات ومسببات مو بس للكيان للولايات المتحدة لكي توسع من دائرة حروبها الوحشية فيما لو انتهت الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفي المقابل فإن صنعاء والأخوة في أنصار الله يفهمون جيدا أنهم يجب أن هكذا يقولون أن يجعلوا السعوديين يفهمون أن حساباتهم خاطئة وأن ضربات المستقبلية ستقعوا إذا لم تغير الرياض سياساتها الإقليمية وهذا ما نتمناه إن كنتم بالفعل جادين في الرغبة في التوصل إلى سلام مو والله أنا أبحث عن فرصة حتى أقضي على أنصار ما تقدون هذا يعني هذا حلم أو حشم إبليس في الجنة وشفتو من 2015 وإلى يوم قبل هو مو بس الأدوان السعودي مو بدأ في 2015 ماذا صار شو النتيجة سبحان الله التاريخ يعيد نفسه التاريخ لا يجري بخطوط مستقيمة كما كان يقول المرحوم مصطفى محمود في كتبه وإنما بدوائر متعاقبة شفتوا في الحرب التي يسمونها الحرب العراقية الإيرانية إيران طلعت من الحرب شنو قوية صاروخية عندها قدرات عسكرية هائلة وحتى اقتصادية وأنصار الله صنعا في تلك الفترة ما كان يملكون هذه القدرات العسكرية اللي الآن يمتلكونها ودعك من هذه الأكاذيب والله إيران تسلحهم أنتوا فارضين حصار بري بحري مائي جوي كل شي على صنعه من وين يجيهم السلاح الإيراني لا تريدون وأريد في الحديث القدسي ويكون ما أريد فإن أسلمت يقول لي يا داود تريد وأريد ويكون ما أريد فإن أسلمت لما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد وأنصار الله سلموا أمرهم إلى الله وهم يستعدون للقادم فانتبهوا ابقوا معنا ستتجه الولايات المتحدة نحو حرب أهلية ثانية يعني كانوا سابقا حرب أهلية وهل هذه الرصاصة التي قيل أنها استهدفت ترامب أسقطت بايدن نهائيا من سباق الانتخابات وحسمت الموقف لصالح الرئيس الأبريكي السابق دونالد ترامب بعد أن تم ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية أصلا سؤال هل ستقع انتخابات رئاسية سؤال أم ستشهد البلاد هذه الحرب الأهلية التي يجري التحضير لها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهناك كتاب ومؤرخون يحذرون منذ وقت طويل من إمكانية أن يجر الوضع الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية البلاد هناك إلى حرب أهلية هل ستشوف الفشل هذا الفشل حتى الفشل هذا في الصراع الداخلي بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري يجون ما عدوا من غير شماعة فلسطين يتسابقون في دعم الكيان الصهيوني مسؤولون أمريكيون أو حملة بايدن هكذا الحملة الانتخابية حملة بايدن تلقي باللوم في مناخ العنف على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بعد إطلاق النار على ترامب يريدون يغطون عن التحذيرات التي تجري في داخل الدولة العميقة في مركز الأبحاث هاي سموها اللي سموها غرف التفكير غرف التحذير من حرب داخلية أهلية الكثير قالوا لو قتل ترامب في هذه العمل المسرحية أقول مسرحية لو قتل بالفعل لبالفعل خلص شرارة الحرب الأهلية اندلعت وانتو شفته الشعب الأمريكي بسيط مغلوب على أمره يعني لا أستبعد أنا لا أستبعد أن يكون هذا فيلم هوليودي وإن لم يكن في المنهدودية فهذا يؤكد المقولة التي تشير إلى احتمال أن يجر ذلك الولايات المتحدة إلى حرب الأهلية ما رضحتش بالتفاصيل وشون مسك إذنه وشون هاي قضايا أتركها لعقولكم بس مسؤولون أمريكيون يقولون أن محاولة اختيال الرئيس الساب غيرت كل شيء بالنسبة لحملة إعادة انتخاب بايدن ولجو دعونا نذكر بالحرب الأهلية التي الأولى التي اندلعت في عام 1861 عقب انتخاب أبراهام لانكولن رئيسا للولايات المتحدة آنذاك وأصداره قرار تحرير العبيد وهو قرار كان مثار جدل بين الشمال والجنوب وكان الرئيس الجديد يعني إبراهام لانكولن أحد أنصار هذا القرار شون اللي صار اللي صار أن هاي الولايات المتحدة الأمريكية بعد خروجها من تلك الحرب الأهلية الأولى ولدت أيضا في عمق حربين عالميتين اثنين بدأت تبرز إلى الوجود وأصبحت دولة عظمى وقد استخدمت التوحش سابقا مع السكان الأصليين ولاحقا في الحرب العالمية في قضية هيروشيما وناكزاكي القنبلة النووية الإبادة الجماعية اللي هسا هي الولايات المتحدة تيجي والله ما نحن لا نريد أن تصبح تصبح إيران دولة نووية هي دولة نووية والكيان الصيوني دولة نووية حلفاء الولايات المتحدة الأوروبية معظمهم دول نووية للاستمرار في التوحش فبعد الحرب العالمية الثانية التي استخدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة السلاح النووي ضد اليابان وهذا يعني أنها قد تستخدمه مرة أخرى بس بوجود نظام القطبي الثنائي الذي حاولت هي أن تجعله أحاديا لا تستطيع أن تفعل ذلك فقد دخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك صراعا عرف آنذاك بالحرب الباردة واستمر حتى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ليبدأت منذ تلك الفترة قبل مجيء الرئيس بوتين عصر الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أريد أعطيك معلومات بسيطة عن هذا البعبع الكبير هذا النمر الكارتوني اللي اسمه الولايات المتحدة الأمريكية بسيطة جدا حتى تعرف أن هذه الولايات المتحدة الأمريكية تنهار من الداخل وبالمناسبة كما بشرنا الإمام الخميني قدس الله لفسه الزكية بانهيار الاتحاد السوفيتي السابق في رسالته المعروفة إلى الرئيس السوفيتي آنذاك يبشرنا القائد أول 2023 الساعة الحصائية يعني ما محسوبة هاي الأشهر الأخيرة نسبة التضخم 3.4% الدين الخارجي تعرف الولايات المتحدة الأمريكية أشقد مطلوبة فلوس الدين الخارجي 34.5 تريليون دولار تعرف الصين فقط تطلب الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 2.5 تريليون دولار زين هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني ما تعاني في الداخل ناهيك عن التمييز العنصري وشفتوه في قضايا كثيرة ولحد الآن الأمريكي لا يقشمروك يجيبون والله جابه رئيس أسود أوباما لا لا كمجتمع أنا أحكي وكثقافة وحتى ذول اللي يسموهم الإنجليين اللي يدعمهم ترامب ويدعمون ترامب والآن بدأوا يحكون عن أن الرب هو الذي أنقذ ترامب وجاء يحكون لك بهذه النظرية نظرية الرب وأن استفادة من الأساطير الدينية من وجهة نظرهم حتى هؤلاء يكرسون ثقافة التمييز العنصري التمييز العنصري طبعا لا يش من فقط لأصحاب اللون الأسمر لا بشكل عام كل الملونين يسموهم الملونين اللي جايين من الصين اللي جايين من كوبا من أفوال بالكوريلا الجنوبية أو الشمالية وعموما الهند الصينية وطبعا اللي جايين من أفريقيا بسمها يعني الدولة العميقة تختار بعض المفردات حتى محاولة في التعمية يعين هذا الوزير يعين هذا المسؤول من اللون الكلار لأسباب تتعلق بالتعمية والترضيل الإعلامي هذا أيضا كتاب كتاب تحت عنوان الحرب الأهلية الأمريكية ونضوج عواملها هذا الكتاب أحبائي رحل يعني حقيقة يعني أنا أنصح بقراءته المؤلفة باربارا وولتر وهي عالمة السياسة والأستاذة في جامعة كاليفورنيا أمضت أكثر من 30 سنة في دراسة الحروب الأهلية في العالم كلها وهذا كتابها بعنوان كيف تبدأ الحروب الأهلية وكيف نوقفها يعطيك مؤشرات كبيرة عن القلق الكبير الذي يجري داخل الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية من احتمال اندلاع حرب أهلية ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية قالت بالحرف الواحد قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف على جرف الحرب الأهلية بس جدحة السهاية الرصاصة قد تكون الجدحة وقد تكون تحتاج إلى رصاصة أخرى لجدحة ثانية قد نحن نتحدث بالاحتمالات بتحليل لا أكثر ولا أقل بس وفقا استقصاء نقدم لكم هذه القراءة وهذه أيضا نشرت لها بعض المقابلات في صحف عديدة مثل النيوروك تايمز وغيرها مثلا هذه المقابلة ومثمنتعش كانون الثاني الفين واثين وعشرين ومقديمة وفي مركز دراسات مثل محة كارينجي للدراسات والأبحاث بتاريخ 16 أيلول 2021 تركز على ذكر مخاوف اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية وتذكر نقاط أساسية مثلا أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحالة السياسية التي تعيشها الآن هي تقف على محافة الانهيار والحرب الأهلية الداخلية وقالت الولايات المتحدة مؤخلة للاتجاه نحو العنف العنف السيقاعدين يحشونك على العنف يقول والله هذا العنف بايدن يريد براس الفلسطينيين دولة قامت على العنف على إبادة الجنس بشري الهنود الأصليين ويتذكر تفاصيل نماذج من من كيفية تزحلق الولايات المتحدة والمجتمع الأمريكي نحو العنف وتقول هذا الأمر بدأ يأخذ مديات كثيرة تقول أن تراجع أمريكا على مقياس الديمقراطية بدأ مع انتخابات 2016 وطبعا تصاعد في انتخابات 2020 عندما انتخب الرئيس الأمريكي الحالي ورفض باي ترامب نتائج الانتخابات وشفت العنف العنف راحوا استخدموا أسلحة ثقيلة وخفيفة طبعا ثقيلة ثقيلة مدفعية وطلعت ميليشيات يقولون والله يحشون على الميليشيات في عالمنا العربي للا ميليشيات أمريكية احتلت الكابيتول والآن حتى نفسه هو ترامب في المناظرة الأخيرة مع بايدين سألته المذيعة هل ستقبل بنتائج الانتخابات حاول بطرق مختلفة أن لا يرد على الجواب بعدين هدد هدد بلغة الإقصاء سأنتقم من كل أولئك الذين حاربون ينتقم هذا العنف الذي يجر البلاد إلى هوية الحرب الأهلية أشارت أيضا بربارا إلى التدهور الموجود في المجتمع الأمريكي والذي يغذيه قالت بالحرف الواحد يغذيه ترامب عنصريا وقالت أن عوامل اندلاع حرب أهلية تقوم على وفق أسس ذكرتها وذكرت نسبة أولئك الذين يعتقدون بتجدد الحرب الأمريكية الأهلية يقول 46% يعتقدون ستتجدد 11% ليس لديهم رأي محدد قد يضافون إلى ال 46% و43% فعلا لا يؤيدون بدء الحرب الأهلية بس هذا قبل أن يتلقى ترامب الرصاصة التي ستوصله كما يريدون ويعتقدون إلى الرئاسة مجددا وإذا عاد بعد انتخابه أو اختياره نائبا له هذا نتحدث عنه إن شاء الله لاحقا فكل الأمور مفتوحة فيما يتعلق بالوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر